تم استعادة الأجزاء المسروقة من هذا المصفى أثناء عمليات التحرير بعد أن سرقت معداته وبيعت ثم اختفت لنحو ست سنوات جاءت إرادة إعادته حين فاجأ رئيس الحكومة محمد شاع السوداني العراقيين من قضاء بيجي بإعلان إعادة معدات مصفى الصمود والتي تتجاوز قيمتها بحسب خبراء أربعة مليارات دولار وبعد أن خرجت مجزأة إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على محافظة صلاح الدين ها هي تعود محملة على مئة شاحنة كبيرة لتعيد عمل أكبر مصافي الشرق الأوسط والذي سيمنح العراق فرصة الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية كما أشار السوداني سوف يوفر لنا الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية مركز الروابط للبحث والدراسات الإستراتيجية وضمن تقرير له أشار إلى أن زيارة السودان إلى محافظة صلاح الدين كشفت مدى إصراره على الارتقاء بواقع البنى التحتية للمحافظة في مسيرة إصلاح حقيقية شاملة لما أفسدته الحكومات المتعاقبة على حكم العراق على مدى عقدين تقرير الروابط أشار أيضا إلى المشاريع التي وصفها بالعملاقة والحيوية التي افتتحها رئيس الحكومة العراقية أو تابع نسب إنجازها أو زارها للإطلاع على واقعها في قضاء بيجي ومن بينها افتتاحه وحدة الأزمرة في مصفى الصمود اطلاعه على سير تنفيذ الأعمال في مشروع مجاري الصرف الصحي زيارته إلى محطة الكهرباء الحرارية زيارته إلى مشروع جسر الفتحة الذي يجري العمل على إعادة تأهيله وغيرها من المشاريع التي وصلت نسب إنجازها إلى مراحل متقدمة لتؤكد وبما لا يقبل الشك إصرار السوداني على تطبيق برنامجه الحكومي إذ أن الحكومات السابقة كتبت العديد من البرامج لكن الأزمة التي شخصها مراقبون مرارا وتكرارا هي بإهمال هذه البرامج وعدم تطبيقها موسيقى